إسرائيل منذ أكثر من عام وهي تبحث عن رجل واحد في قطاع غزة الصغير موجودة كل الدبابات في قطاع غزة تدخل وتخرج وفي المعابر وتصور كل شيء والآن بعد عام ونيف من المعارك في قطاع غزة بعد كل هذه الجهود المضنية للتكنولوجيا العالية المخابرات الجيش العملاء إلى آخره بالآخر توصلوا بالصدفة يبدو إلى هذا الذي حدث يعني أكرر لك الطريقة التي عثروا فيها أو يقال بأنهم عثروا عليه بأنه كان يقاتل يعني كان معه سلاح لم يكن في نفق متفخخا معه هاتف أو إلى آخره لا هو كان يقاتل لأنه كان على السطح وكان معه أسلحة ونتيجة الضربة التي وجهت إلى الثلاثة واضح بأن المسألة كانت تشير إلى أنها كانت بالصدفة لأن الدرون هو الذي يكشفها أو الصور الدرون التي أرسلت وهي عموما شيء طبيعي أنهم بعد عملية التفجير يقومون بإرسال الدرون لتصوير ما يجري وبالصدفة تم العثور أي أنه لم يكن هناك معلومات استخباراتية أن يحس النور موجود في هذا المكان أو ذاك والصدفة لربما هي التي أدت إلى هذه المسألة سياسيا هذا انتصار مهم لبني إيفا طبعا صحة المعلومات وعلينا أن ننتظر ونتأكد ونسمع من حماس أن تؤكد أو تنفي لأن هذه المسألة مسألة حساسة جدا وإسرائيل بلا شك تستخدم دائما هذه الأساليب وذلك للحصول على معلومات إذا ما كان حي سوف يحاولون الاتصال به وبالتالي يمكن كشفه استخباراتيا هذه ليست مسألة سهلة ولكن في كل الأحوال إذا ما كان هناك تأكيد من قبل حركة حماس وتم تبني هذا الموضوع بمسألة جدية هذا يعني بأن نتنياهو يكون قد أحرز نقطة مهمة في قطاع غزة وهو أنه استطاع القضاء على مخطط السابع من أكتوبر والعدو اللدود والشخص الذي يتعام بأنه الأكفر تشدد في حركة حماس وسوف يستغل هذه الورقة حماس طبعا تتعرض الآن إلى الضربة الثانية بعد اغتيال إسماعيلانية ولكن كما اختاروا الصنوار يمكن لهم أن يذهبوا ويختاروا شخص آخر أو ببساطة لا يختاروا يعني يؤجلوا هذه المسألة هناك العديد من التداعيات أيضا على مستوى التحليل العسكري بأنه الآن بعد إذا ما صح عملية اغتيال أو القضاء وهذا عموما لا تبدو عملية اغتيال هذه عملية قتال وهذه مسألة بالمفردات السياسية جد مهمة سوف تكون هذه ليست عملية اغتيال هذه عملية قتال مباشر بين الصنوار والاثنين الذين كانوا معه مع قوات إسرائيلية وهذا طبعا له مئالاته لمن كان لبيبا في هذه المسألة اللافت أيضا بأن بين يمين التنوين سوف يستغلها كورق الضغط بأنه أنجز في المعارك يستطيع أن ينتصر ويستطيع أن يحقق المزيد إذا ما استمرت الحرب نعم أحمد يعني يعضد هذا الكلام الذي قلته ما جاء على القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن المبنى الذي قتل فيه السنوار كان مفخخا لكنه يتنقض أيضا مع ما قالته يعني كلام القناة الثانية عشر يتنقض مع ما قالته بعدها بأن العملية في رفح كانت عشوائية وليست مبنية على معلومات وأن القتال ضار بين كما قلت أنت بين ثلاثة اكتشف بعد ذلك أن منهم يحيى السنوار عندما تتم عمليات الإختيال المضبرة المعلومة استخباراتيا لا أحد ينتظر روايات يعني كان مفخخة كان في الشارع كان في نفق عندما تتم عمليات الإختيال يكون الجيش الإسرائيلي يعرف تماما الذي يفعله وهذا لم يكن الحال الآن في هذه المعركة لا يوجد هناك رواية لغاية الآن يعني هناك أكثر من رواية قناة 12 تتحدث بشيء قناة 14 تتحدث بشيء آخر ولا تقول شيء آخر ولكن اللافت من كل الروايات بأن هذا لم يكن عملا مضبرا يعني لم تكن عملية الإختيال يعني معلومة أي أن السنوار لم يكن معروف بأنه موجود في هذه النقطة شكرا